النادي الاهلي ما بيكسبش وعنده كل هذا الكم من الفرص في معظم المباريات لانهارده الاهلي يخرج من المباراة متعسرا بتعادل امام سيراميكا كيلوباتر ده السؤال اللي بتسأله كل جماهير النادي الاهلي النهارده الاداء حتى جميل النادي الاهلي كان بتسقف في اخر المباراة الاداء مرضي يعني بشكل عام مرضي في فرص كتير واداء معظم اللاعبين كان جيد ورغم كده لالي خسر النقطتين مهمتين جدا النهارده امام سيراميكا كيلوباتر اللي طبعا بنهنيه على النقطة النهارده لقدم مباراة لحد كبير رائعة جدا بالرغم من تعادل النهارده وخسارة النقطة الرابعة في اخر ماتشين بعد تعادل امام سموحة وتعادل النهارده قدام سيراميكا كيلوباتر النادي الاهلي عمل مباراة كويسة يمكن من افضل مباراة اللي لعبها من بعد تعكس العالم ممكن آخر أربع أو خمس مبارات ده أفضل مباراة ممكن يكون النادي الأهلي لعبها ولكن في مشاكل كتيرة جدا واضحة جوه النادي الأهلي وبين أن هي مش بس جوه الملعب أو المشاكل دي فنية واضح أنها في أوتر لبس واضح في تصريحات كولور اللي بحسها أن هي متضربة شوية في الأجواء مع النادي الأهلي وحس أن حاجة كده شبيهة لتصريحات بيتسو موسماني أنه هو بدأ يصرح في المؤتمرات الصحفية بكلام غريب إلى حد من النهار ده كان بيتكلم أو يعني كان بيتكلم على أرضية ملعب أستاذ القاهرة ممكن أن أقول حاجة؟ أه طوض فكرتني بحاجة مهمة في 2021 بس مش فاكر المباراة للأسف عشانا حتى تكلمت عن التصريح دوت هنا في البرنامج في 2021 بيتسو موسماني طلع بتصريح قال فيه التالي أنا شغلي أوصل اللاعبين للمرمى وهم اللي ما بيسجلوش النهار ده مرسل كولور بنفس التصريح أنا أوصلت اللاعب للمرمى وهم اللي ما سجلوش وقال حاجة كمان على الصفقات يعني كان بيكلموا يقولوا الصفقات اللي أنت عاوزها بيلوم أنا مش عاوز لعيبة جودتها نفس الجودة اللي عندي أنا عاوز لعيبة أفضل من اللي عندي أنا اللي بلعبه في المتشاط بناء على التدريبات وبناء على أرقامه التهدفية وأنا اعتمدت على المهاجمين كتير ولكن المهاجم الوحيد اللي اعتمد عليه وقدر يحرز لهدفين هو بيرسيتاو ولكن أصيب فهرجع على المشكلة اللي أنت بدأت بيها الكلام ليه النادي الأهلي بيضاع فرص كتير النادي الأهلي بيضاع فرص كتير لأن ببساطة شديدة ما فيش رصح عربة رقم تسعة في النادي الأهلي حتى الآن انت روح تجيبت شدي حسين فردت في أحمد ياسر ريان وفردت في مش متذكر ثلاث لعيبة عشان تجيب شدي حسين وعشان تجيب ميسي والاتنين شدي حسين بيشارك على فترات النهاردة كان برضو قراراته سيئة جدا في التلت الأخير ونفس الكلام برضو ميسي مش موجود تماما وبيقوله أنه هو هيطلع أعار فدي مشكلة الموجودة عند النادي الأهلي والمشكلة الموجودة برضو عند نادي الزمالكة وهي عدم وجود رأس حربة يقدر يترجم كم العدد الفرص الرهيب اللي النهاردة النادي الأهلي عمل النادي الأهلي في المبرر اللي فاتت كان عنده مشكلة كبيرة جدا التكتر الدفاعي مش قادر يحل التكتر الدفاعي بسبب أن كل عيب كانوا قفوا في مكانه ولكن النهاردة كان فيه سويتشات بتحصل كتير جدا في التلت الأخير ما بين شاد حسين وما بين حسين الشحات وما بين برضو بالزبط برونو سافيو ولكن كان فيه تقلق كبير جدا برضو من البكات لما البكات عندي يبقوا فيقين علي معلوله النهاردة محمد هاني بيعمل مباراة من أفضل المباراة ومفروض أن أنا أبدأ أستغل الفرص دي كلها محمد هاني النهاردة عمل مباراة عمل مباراة رائعة لما تخلى شوية عن الضغوط محمد هاني مضغوط جدا بس أنا دايما بقول اللي بلعف نادي أهلي وبلعف نادي زمالك لازم يقدر يتخلى عن الضغوط دي مهما كان ولكن خليني قبل ما نبتدي بالحالات ونتكلم فاني أكتر عاوز أكلمك في نقطة وهي أخطاء النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة جاله 15 ركنية ما قدرش يحرز ولا هدف من 15 ركنية ما قدرش يحرز أي خطورة على مرمى سيراميكا كوليوباترا وصد كورنر واحد في الدية الأخيرة في الشوت الأولاني قدر سيراميكا كوليوباترا أنه يحرز الهدف الأولاني واللي صعب المباراة في شكل كبير جدا أنت تدخل الشوت الأولاني وانت تدخل الشوت الأولاني وتخش قط الليبس وانت خسران واحد النادي الأهلي النهاردة زي ما بقولك الكريم الكرة عبارة عن تفاصيل فرحتي أن أنا أعود أضايع وروح عند الجن كتير وفي الآخر ما أحرش هدف وفي نفس الوقت في الكرة واحدة عاوز أوريك الأخطاء للنهاردة ويع فيها النادي الأهلي في الخطأ بس اللي أحرز منه الهدف بتاع نادي الإسماعيلي سيراميكا كوليوباترا سيراميكا كوليوباترا هي فرصة واحدة بس جات له في المباراة هي دي اللي أنا أعوز أتكلم عليها لو نرجع بس من الأول شوية هتشوف أن الكرة نقف معلش نقف هنا لحظة الكرة الكرة هنا متشطة من محمد بسام نقف معلش نقف لحظة نقف وبيعمل الجنبا جبا بس كرة متشطة من محمد بسام أبسط حاجة يا كريم دايماً ضربة المرمى أول واحد أو اتنين بيخلصوا الكرة دي في نص الملعب بيبقى واحد من الاتنين الديفندرات اللي في نص الملعب اللي هو أليو جانج اللي هو حمدي فتحي ولي هو أليو جانج فين حمدي فتحي وأليو جانج مش موجودين فاضطر محمد عبد المنعم إنه هو يطلع بره بيته ويطلع ولكن الكرة بتعمل أسست الجون إبوكا نكمل الكرة بره بيته اللي هو بره مكانه يعني خلاص أنت طلعت أوف بوزيشن نكمل الكرة أول ما الكرة بتنزل إبوكا بنشوف إن علي معلول هنا بيحاول يدخل كثالت معه في نص الملعب إبوكا بيسبق وكان ممكن يحرز سيراميك كوليبوترا الهدف الأول والمبارات تصعب أكتر ممكن نرجع تاني يا جماعة بالكرة دي عشان عايز أقول لي محمود كمان مرحوظة ارجع بقى كملها 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 والجانب وقف وقف بقى هنا بص بقى اللحظة دي إبوكا بياخد مكانه وبيجري تمام علي معلول وياسر إبراهيم هم عن يوم عالكورة دا حقيق عن يوم عالكورة وبناء علي بعد ما كنت شغل الكورة بقى بتحرك تسيب الكورة تمشي هم لسه عن يوم عالكورة فجأة فجأة قلقوا إبوكا وهو سريع جدا وقوي جدا ونهارده كان بياخد كل الكورة السرائية زي ما بقولك شايف يا كريم دي الكورة الوحيدة للسراميكا كوليو باترا كان فيها خطورة شوية في الشوت الأولاني وكورة تانية بس في آخر الشوت التاني أحمد ياسر ريان ضيحة ولكن هي دي الكورة الوحيدة للسراميكا كوليو باترا بس أنا بقولك